اهلا بحضراتكم عودنا بعد الفاصل فقرتنا الحوارية الرئيسية النهاردة في اخر النهار اعتقد انها فقرة جماهرية بامتياز لانها تتعلق بملايين المصريين ومصائرهم والحقيقة مش حدعي ان احنا بنعمل فقرة جديدة او بنكلم في موضوع جديد هو الموضوع القديم الجديد الذي قتل بحثا وللأسف الشديد عمر القضية اللي احنا بنتكلم فيها دي تقريبا اكبر من عمرنا احنا شخصيا يعني اكبر من خمسين وستين سنة وكل جيل بيكلم فيها ويحاول يوصل لحل ثم يفشل ويتركها ارثة من الاجيال المستقبلية يحاولوا ان هما يضعوا لها نهاية للقصة احنا بنتكلم عن قصة المالك والمستأجر قانون الايجار القديم اللي فشلت كل السلطات التشريعية على مدار عقود في انها تحسنوا طبعا انا مش هكلمكم كتير عن القصة اللي انتوا عايشينها اكتر مننا وطبعا الناس اللي في القصة بقى سواء المالك او المستأجر اللي عنده ازمة يعني عامل فيها دكتوراه وابحاث وماجستير انا في رأيي المتواضع احنا بنحاول نوصل الى كلمة السر في هذه القضية وفي هذه الازمة وهي فكرة العدل اين العدل كيف يمكن ان نحسم هذه الازمة بشكل يمثل عدالة للطرفين دون ان نأتي على اوضاع المستأجرين ودون ان نخل بحق الملاك اذا وصلنا الى صيغة فيها رائحة العدالة اعتقد ان احنا بنحط رجلنا على طريق السليم النقطة التانية والملحظة التانية عشان ابقى كملت الكلامي في المقدمة ان الواحد مستشعر ان المجلس النواب الحالي والحكومة الحالية لديها الارادة السياسية لحسم هذه القضية يعني ربما مش هترجى لاجيال اخرى وان احنا خلال الايام القادمة من خلال قانون الايجار القديم هنصل فيه الى صيغة نتمنى بقى ان تكون هذه الصيغة الصيغة المثالية التي تحقق الرضا والعدالة لكل الاطراف خلولي الاول ارحب بضيفايا الكريمين اللي مشرفيني النهاردة في الستوديو معي الدكتور واق النجم المحامي بالنقد وسكرتير مفاوضية الامم المتحدة للإعلام بالشرق الوسط اعلم بيك يا دكتور مشرف ومنور مشرفتي ايدا الدكتور وليد جبلة الخبيل الاقتصادي وعضو الجامعية البصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع سيدا خيري دكتور اهلا مسافحة خيري سيدا مرأل مسافحة انا هنا افدى انا هنا لا انسى الكاميرا بقى عشان نحن نتخلق ونعمل عاجب خليل مشرفوا منور دكتور طيب اسمحولي بس نعرض بسرعة تقرير كده اعدوا الزملاء عندنا في الاعداد عن تاريخ القصة وملابساتها نشوف التقرير ونرجع نبدأ بقى النقاش ونحاول نصل الى الحل على مدار العقود الماضية تعد قضية الإيجارات القديمة واحدة من الازمات المزمنة التي تؤرق المجتمع المصرية وبين الحين والحين تتجدد ازمة تعديلات قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 136 لعام 1981 فهل الان الاوان الان لحل تلك المشكلة بشكل جدري وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فالبداية كانت تكليف من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون يتم طرحه اولا على رأي العام بهدف اجراء حوار مجتمعية بشأنها قبل اقرارها من البرلمان حتى وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة على نص تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنية المحال من الحكومة الى البرلمان والذي تم تعديله وفقا للمتطلبات التي يقتضيها التعامل مع فيروس كورونا بحيث تسري احكام القانون على الاماكن المؤجرة لغير الاغراض السكنية حال عدم التراضي بين طرفين يتم اخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون القيمة الإيجارية وفقا للقانون الجديد تكون خمسة اضعاف القيمة الحالية وتزداد سنويا وبصفة دورية يلتزم المستأجر بإخلاء المبنى المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية حال عدم التزام المستأجر بتسليم العقار في المدة القانونية يلجأ صاحب الملك الى القضاء ويطالب بطرد الممتنع وإخلاء المكان دون الإخلال بالحق في التعويض فالتعديلات على قانون الإيجار القديم قامت بالحفاظ على البعض الاجتماعي والإنساني للملاك لان هناك العديد من ملاك العقارات القديمة والتي تصل قيمتها الى ملايين الجنيهات ظروفهم المعيشية صعبة لانه ليس لهم اي عائد من هذه العقارات والاصول التي يمتلكونها بموجب القانون القديم فاجمال عقارات الإيجار القديم يبلغ ثلاثة ملايين عقار وثمانية وثمانين بالمئة من هذه العقارات متخذة بشكل سكني والآخرين تجارية وجزء كبير منها لا تصلح للسكن بسبب المدد العمرية التي طالت بها ولا بد من إزالتها وأن القانون الجديد وضع لضبط العلاقة بين المالك والمستاجر فيما يخص هذا الملف وحسم خلافات ظلت لعشرات السنوات بين الطرفين حيث أن القانون عمل على سد فراغ تشريعي كبير حيث أن هناك ثلاثة عشر قانون متعلقين بالإيجار القديم من ستينيات القرن الماضي والتي تحث على خفض القيمة الإيجارية من خمسة عشر إلى عشرين بالمئة طيب هذا التقرير رصد لنا تاريخ المشكلة وأبعدها خلينا نحاول نعمل حوار هادئ كده نشرح فيه المشكلة والعوائق أو الحواجز اللي منعت أجيال عديدة جدا من أنها تصل إلى حل زي ما أنا قلت كده ببقسين عادل ليه العلاقة بين المالك والمستاجر أسمع رأيك أول يا دكتور ليه عويصة كده للمشكلة؟ ليه يعني عالجنا حاجات أصعب من كده بكتير؟ ليه دي بالذات وقفة كده في الحل؟ أولا بسم الله الرحيم إحنا كبالمجمل كده أنت النهاردة ما بتقدرش ترضي حد على حساب حد أنت عندك النهاردة أكتر من عشرة مليون وحدة سكنية للمستاجرين فأنت النهاردة عشان تيجي تقول أن أنا لأ هزود الإيجار ولا همشيه طب هزوده طب هتبقى بقد إيه بكم مثل فده بيختلف وده بيختلف طب النهاردة هخليه قاعد طيب لو توفى يمشي ما يستناش طب الوارسة مين اللي موجود مين اللي بعد منه فبتبقى بالنسبة لنا مشكلة النهاردة لما بتيجي الدولة بتيجي تطرح حاجة لازم بتطرح حاجة الهدف منها إيه؟ هل الهدف منها أن الدولة هتستفيد حاجة؟ لا ده بينظم علاقة ما بينك ما بينه عشان ما بقاش في مشاكل عندي في البلد كتير ما بقاش عندي زحمة التقاضي اللي موجودة ما احنا هنلاحق عليها منين ولا منين فبقى عندي مشكلة كبيرة فأنا لازم أبدأ أحل المشكلة أعمل عملية من نوع من التوازن هبقى في حل جازل لازم في حل جازل أنا يعني اللازم ده حل الجازل ده تعذر سنين طويلة جدا ما هو أنا بشد على إيد الحكومة في اللي بتعملوا الفترة دي احنا الدولة خلاص ما عندناش استعداد ما عندناش وقت إن احنا نبص الورانة داني حنكمل حنكمل ومشيين في إطار معين الموضوع ده لازمش الدولة بدأت بنفسها لما تقدم وحصل نوع من الحكم بعدم الدسترية في 2017 الحكومة ألزمت نفسها إن في خلال خمس سنين تخلي الأماكن بتاعتها بالنسبة للأشخاص اللي اعتبرية القانون صدر من فترة من غاية ماشي فالنهار ده الدولة قالت أنا بحترم القانون وأنا بطبق على نفسي اعمل يا دكتور مصطفى مشروع قانون اتعامل اتوافع لي في مدلس النواب خلاص خمس سنين ومع الزيادة لـ 15% الموجودة وبعد الخمس سنين خلاص بتتسلم إيه بقى هي الوحدات الاعتبارية عشان موضوع ده كان عمل لغط عن الناس كتير قوي الوحدات الاعتبارية هي الشركات أو المؤسسات أو أي حاجة تابعة للحكومة أو المؤسسات أو الشركات الموجودة خلاص بموضوع الخمس سنين خلاص الناس بتتسلم حاجتها نيجي بقى نشوف القصة العوصة بتاعتنا هل أنا النهاردة لما يجي أقول يا جماعة أنت النهاردة بتمشي طيب بمشي بناء على أساس إيه طيب هل النهاردة أدي له خلوه رجل ما هو ما دفع ليش خلوه رجل في الأول لا هو الأول قبل دي يعني أنت حركت بس حطتنا في مربع اتنين هي مربع واحد هو فكرة أنه خطأ تشكيل العلاقة الإيجارية زمان ما بين الملك والمستأجر أنه أنا لو أنا في الاربعينات والخمسينات كنت عندي شقة وديتها لحضرتك بيعقد إيجار أنا وإنت كنا معتبرين أن عقد الإيجار ده عقد تبليك ساعتها لا ما هو أنا بقول لحركة المشكلة أنه ده كان في الوجدان أنه مجرد أن أنت ماضية العقد وما كان غير محدد المدة خلاص من غير محدد المدة يعني إيه يعني أبدي أه مشاهرة أه يعني أنا والدي والد الله يرحمه الشقة اللي هو تجاوز فيها كان في وسط البلد إيجار بس يوم أجر وهو كان جاي من الشرقية وأجر الشقة قال لنا خلاص ده بيت العمر معلناش حنا عادين في عشر سنين ومعادين حنا نتنقل عشان عنه خلاص قال لك ده بيت العمر ولما مات بحد ما فكرناش أنه نحن نسيبه فاهمني هي المشكلة أنه دي كانت شكل العلاقة أو مفهوم العلاقة الإيجارية رغم أنها إيجار إزاي بقى نغير المفهوم بشكل يمثل شوية عدالة دكتور اسمح لي أتكلم شوية تاريخ علشان أصحح بعض المفاهيم طول عمر الإيجار كان محدد المدة ومحدد الأجرة مع الحرب العالمية التانية كان هناك وعد خاصة أمر حاكم عسكري بأن الأجرة تتسبت وتستمر العلاقة الإيجارية مع إنهاء الأحكام العرفية صدر في وقتها قانون من مجلس النواب بأن العلاقة تستمر مع أن الجديد يفضل حر القانون ده حكومات الثورة مظلومة هو الموضوع ابتدى من عهد الملك بعد كده لما جاءت حكومة الثورة طبقت نظام اشتراكي مهم جدا أننا نعرف وده أساس المشكلة أساس المشكلة أن في الاقتصاد الاشتراكي اللي راحت لقانونة الثورة أن كل حاجة بسعر السكن خدمة هي لما حددت الأجرة محددش الأجرة بس ده هي لما حددت الأجرة في غير أغراض السكن مثلا كانت بتلزمه بالتسعير الجبريل صح لما حددت الأجرة وخفضت الأجرة ثلاث مرات في الخمسينات كانت محددها إزاي كنسبة من الأجور إن هي كانت في حدود النسبة العالمية اللي هي ما بين 18% إلى 25% كنسبة من الأجرة في الاقتصادات الاشتراكية الحكومة لها دور ومتدخل كل عدد من السنوات بتتدخل لإعادة ضبط العلاقة باعتبارها اللي هي مهيمنة على كل العلاقات اللي في المجتمع المشكلة اللي هي مهيمنة أول عاج قلتها دي إنه في الفكر الاشتراكي اللي كان مسيطر على حكومة الثورة بتاعتين وخمسين إنه السكن خدمة خدمة يعني الزم من الدولة الخدمة المشكلة بس تامر المشكلة أن السكن تحول إلى سلعة مع تتجاه مصر إلى اقتصاد حر صح بصورة تدريجية كل شيء تحرر النهاردة المستأجر مثلا لغير غرض السكن اللي بيبيع النهاردة من غير التسعير الجبرية بيبيع زي ما هو عايز ليه يرتبط بإيجار مسعر جبريا ما إحنا طالما فكرة أما حضرتك سألت في المقدمة إيه المشكلة المشكلة الحقيقية إن الاقتصاد تغير من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد رأس مالي حر يراعي العدلة الاجتماعية يعتبر إن السكن سلعة في كل شيء تغير مع عدى هذا الملف تعرضك إن كل شيء في علاقته تحررت مع عدى علاقة السكن طبعا أعتبرنا إن أنا مالك النهاردة هل أنا كنت مظلوم في حكومات السورة ما كنتش مظلوم ده أنا ابني كان بيشتغل الحكومة كان بيتكفله العمل أنا كنت بشتري بالتسعير الجبرية من الرجل اللي أنا مأجرله بشتري منه رخيص صح كنت بستفيد من مزايا تم سلبها مني النهاردة النهاردة الاقتصاد اللي إحنا موجودين عليه مع دستور جديد ابتدت الدستوري الجديدة تتجه إلى الاقتصاد الحر المراعي للعدلة الاجتماعية العدلة الاجتماعية لها العدلة الاجتماعية في النظم الاقتصاد الحر لها آليات تختلف تماما عن الاقتصاد اشتراك صح النهاردة عندنا تكافل وقرامة عندنا إسكان اجتماعي عندنا مبادرات تمويل عقاري زي ما حضرتك ذكرت في الفقرة الأولى بتمويل بنسبة 3% ما حضرتك ذكرت إن فيه شواء بنسبة 3% ده معناها إيه الدولة اللي بتتحمل الفرق لأن أنا لما بقودع أموالي في البنك بحصل على فايدة 12 و13% لما بجي أكتر من البنك بفايدة 3% ده دعم بتقدمه الدولة لأصحاب هذه الوحدة فرق 10% دول هو دعم الدولة دعم الدولة إذن هناك العدلة الاجتماعية بيطرعيها الدولة في هذا الملف في هذا الملف النهاردة المالك هو اللي بيدعم المستأجر مش من العدل مش من المواطنة إن مواطن يدعم من مواطن مش من المطابق للدستور لأن الدستور لما بيقول إحنا بنتجه إلي سطحر يراعي العدلة الاجتماعية العدلة الاجتماعية لها أسليب واللي عايز أأكد عليه إن هذا القانون زائده أصبح غير مطابق لدستور موجود يعني حتى أحكام المحكمة الدستورية اللي صدر ورجعت هذا القانون استنادا إلى قانون اشتراك إلى دستور اشتراكي أو إلى دستور 71 اللي كان بيقوم على الاشتراكات الديمقراطية أصبحت هذه الأحكام غير مناسبة مع تعديل الدستور يعني فكرة حتى إصدار حكم بعدم دستورية على دستور معين لا يمنع من إن احنا ننظر ننظر هذا القانون وفقا للدستور الحالي مفهوم دكتور هنا القصة مهمة في مسألة إنه تغير الوضع وتغير النظام وتغير الدستور لكن العلاقة فضلت زي ما هي طيب طيب المشكلة ده الوقت إزاي نعيد للمالك حقه دون أن نجور على المستأجر خصوصا ودي المشكلتها بقى إن انت ما ينفعش تقيس الحالات كلها بمصطرة واحدة يا طبعا هتلاقي شاقتين في نفس العمارة يعني شاقتين لو أنا عندي عمارة ومأجر فيها شاقتين في نفس الدور هتلاقي الشاقة اللي على يمين أسرة واخدها من الستينات زوجها توفى والستة عايشة لوحدها عايشة على معايز سمعممين جنيه وتمدومين جنيه سمعممين جنيه آه الشاقة في الزمالك مسلا بس هي كل داخلها سمعممين جنيه لو أنت قلت لها سيبي الشاقة هتوقعد في الشارع لو قلت لها هتفعل إيجار بالسعر الحالي اللي هو خمس تلاف أو عشر تلاف جنيه مش تعرف من داخلها كله جزها الموظف على المعاش مات وهي بتاخد معاش سمعممين ألف جنيه فهي برضو من ناحية بقى من بعد الاجتماعي ما تقدرش تجور على هدي السيدة فالمصطرة تعملها إزاي المصطرة تقيس بيها هو إحنا بس عايزين نوصل فكرة لأن النهاردة المالك بيقول أنا مالك ورقي بس أنا مش مالك على الورق على الورق أنا مش مالك المستاجر برضو بيفكر في قصة تانية أنا النهاردة لما جيت لك سنة ستين هو أنت كنت بتسكن ولا كان في حد أنت كنت بتبخر للبكان عشان أجي أسكن كل واحد دوه فكر فإحنا لازم نقص طب النهاردة المالك عشان يبتدي يخرج المستاجر بيبقى فيه حيل وفيه أمور تانية بتتلعب إما أنه هو يعمل أن البيت قيل للسقوط ويستصدر قرارات اللي جان عشان تبدأ ما هو خدلك يا دكتور سبب عدم العدل يؤدي للتحايل طبعا فورا أول معرفش أكد حقي حال جاء بقى لأن أنا أغلس على الناس أعمل قرارات مضروبة بالإزالة عشان يبقى فيك كلام طبعا فإحنا طبعا النهاردة لما نيجي بنقول يا جماعة إحنا عايزين نعزز العلاقة أو أنه وسطا العلاقة ما بين الطرفين إحنا لا إحنا جيين مع ده ولا جيين مع ده إحنا القصة كلها إن الدولة في اتجاه إنها لابد أن تقنن هذه الإجراءات الدولة ماشي على خط مستقيم وماشي حتوقف عنده نقطة معينة طب خلينا نفكر بصوت عالي قدام سيدة المشاهدين لو حضرتك دلوقتي بتمثل المالك اللي إحنا قلنا إنه مظلوم من وجهة نظره لأنه مالك ومش مالك العمارة بتاعتي آه بس لا أملك فيها شيء ومعرفش أسترد طوبة منها والمستأجر هو اللي يعتبر المالك اللي قاعد فيها تمام هل أنا كمالك دلوقتي مطالبي هي إخلاء المستأجرين وعودة الوحدة العقرية أو العين العقرية لملكي ولا كل هدفي إنه ناخد فلوس بالسعر بتاع النهاردة لا هو كل هدف إنه يخلي لأنه لما يخلي آه هو كل هدف الملاك حاليا هتلاقي أي حد يقولك لا ليخلي يزوده هيزودني إيه هيجي يكلمك يقولك لا ما لو زودني بالسعر الحالي لتنزيل اللي جاني أنا مش عاوز أزود بقى بالسعر الحالي أنا النهاردة لما تيجي تنزل لجنة أنا عاوز أقدر بالسعر السوقي مش الحالي أنا النهاردة حضرتك يعني بالمفترض إن الكيلو اللبن مثلا بجنيه أنا النهاردة بجنيه عندي وعندك لأن ده تعميم على مستوى جمهورية يعني زي في اسكنديريا زي في السعيد يعني برينج يعني ما ينفعش ما ينفعش أقدر على ده أنا أقدر على القيمة السوقية بتاع المبنى مبنى بتاع الزمالك غير المبنى بتاع مبابة غير المبنى بتاع الجيزة ما نعشقنا بقول لها لك إنه لجنة تنزل تشوف العقار فين يبقى على القيمة السوقية على القيمة السوقية والشبيه بيتأجر دلوقتي في قانون الإلقار الجديد بكام ويتعمل حاجة قريب هو ده اللي إحنا بنتكلم فيه إن أنا لازم أقدر وما فيش حاجة اسمها إن أنا ها يعني ده قصدي ده مقبول عند الملاك ولا لا هي فكرة إخلاء لكيس أن أنا قادر أبحها بعد الوقت الملك عاوز يبحها وعاوز يخلي الملك مش عاوز يخلي عاوز يخلي هو يقول لك عاوز يخلي وعاوز أجدد ده أنا ما ينفعش لا أنا عاوز أجيب ملك تاني أنا عاوز أجيب ساكن تاني ما ينفعش ده عندي فهي قصة هنا ده اللي عامل مشكلة فلازم الدولة هتاخد قرار طيب لما تيجي أنت النهاردة عاوز تزود على الساكن ما هو مش هيقبل مش هيقبل ليه يقولك لا طب تزودني أقدر كده في فرق مش هيقبل ولا مش هيقدر لا مش هيقبل في شريحة مش هتقبل لا مش هتقبل وفي شريحة مش هتقدر ما أنا النهاردة ليه بقول لجانة تقدرية لجانة تقدرية هتقدر تقدر وفي نفس الوقت لازم أديك فترة زمنية والله الحاجة دي هتعتي بقى بعشرة جنيه ومعاك لمدة تقدي كذا ومفتوح معاك ولو أنت توفيت بقى عندك الوريس كذا لازم بقى فيه سيستم معمولة أنت مش عايز خلاص تفضل ما فيش هو ده سيستم ده اللازم يمشي على الكل لقد إن فيه ناس هيبارع عليهم أنا معاك بس هي فكرة تفضل دي عند ناس كتير يبقى هو حكم بالإعدام لأ ما أنا النهاردة فيه بدايل تانية أنا مع حضرتك بس فيه بدايل تانية الحاجة الوحيدة بس اللي هي هتحزف نفسية الناس إن أنت تبقى قاعد مثلا إنه مقيم في المكان ده واحد اتنين إلا بقى سروح مكان تاني أقل مستوى أقل مستوى أو ما إلى ذلك أو في المساكن الجديدة الرئيس أنا أنا هخليكوا تمشوا تتعبلوا في شواء فهيبقى فيه عندي شواء جديدة فالنهاردة الدولة هتلتزم ماهنا الدولة لما بيخش إحنا عندنا في البلد سوى في الصعيد أو في الريف لما بقى فيه كبير عشان يحل فلازم يتعور يتعور إيه أنه بيستطيف الناس عنده بيغرم شوية شاي شوية سكر شوية قهوة إيه أنا بنتكلم بقى إيه فأنت النهاردة الدولة ده كبير فالدولة بتعمل إيه لا ده كذا وده كذا طب ما فيش طب تعالي عندي أنا هأجرلك أنا بجنيه تعالي عندي وهبديك وكذا وهديك كذا فإبقى الدولة هتلتزم إنته أنا بتطرح بعد جديد إنه الشريحة اللي حينبه جزء من الضرر الدولة هتتتولاها تتكفله طيب أسمح لك دكتور يعني خليني في البداية أقول لما هنيجي نتكلم عن إن الملك عايز شائطه ولا عايز إيجار إيجار عادل إيجار عادل طبعا هم الأمور هتتفوت من ملك لآخر سيما وأن استمرار هذه العلاقة أدى إلى مشحنات اجتماعية ما كناش نتمناها طبعا ما بين الجيران اللي كانوا بيحبوا بعض قضت الأجرى البخصة إلى إن فيما شكل لا تبقى فيه عدوات دكتور وخناءات وعواضي وبلاء فهي القضية النهاردة إحنا علشان علشان نحل مطلوب إن احنا نكسر المشكلة المشكلة بحد ذاتها عشرات من القوانين مراكز قانونية مختلفة أنا عندي حوالي تلاتة مليون شقة منهم مليون واحدة سكنية مغلقة هل عودت هذه المليون مليون واحدة مغلقة مغلقة طب هل لو الوحدات المغلقة رجعت لأصحابها هتدير أحدا لا خلاص يبقى إحنا كده عاتلت المشكلة تقريبا يبقى إحنا كده كسرنا كسرنا المشكلة بس عليك عندك يعني وفقا لبيانات وفقا لبيانات الجهاز المركزي في آخر إحصاء آه كانوا الجهاز المركزي للتعبير العام والإحصاء بيتكلم على مليون وحدة يعني أنا مأجر وحدة بالإيجار القديم وقفلها وساكن في حدة تانية وساكن بقى خدت شقة كده فهذه الوحدات لو رجعت لأصحابها يبقى إحنا كسرنا تلك المشكلة هترجحها جبرا هترجحها جبرا ده سؤال كويس ما قلناش حاجة بس تديني فرصة كامل الفكرة لأ أصلا فكرتك حلوة فعشان حلوة خلينا نقشها معكم انت بتأكيد انت بتقول ان احنا وانا معاكل بالفكرة واعطاك الدكتور وقل معنا ان احنا نحلحل المشكلة نفتتها بدل ما هي مجعلها فانت بتقول انه تلت المشكلة ايبا وماذا يمنع ان هي تربيع جبرا نعم احنا عايزين نعادل القانون بقى ما هو انت بتكلم بقى اي بقى دات عديلة ما احنا بنتكلم في التعديل يمنعك ان انت تخلي حد انت لك عندي ايه الاجار بادفعه اتحدث لعاقب شريعة المتعاقدين ده بنسبة القانون يا فاند لا حال في القانون انه لو انت مش مستخدم العين لا ما فيش حتى لو بقى ما فيش الكلام ده خالص احنا بنتكلم احنا بنتكلم عن حلول يا فاند انا باتكلم عن حلول اذا كنت انا بننمش في وسط البلد هنا انا بنشوف الشبابيك كلها انا بس عشان هو ما ينفعش يبقى فيه نقطة قانونية لا 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 عندك حق هو عندك حق انا بتكلم عن حلول ده الاقتراح اللي بيقترح ده احنا بنتكلم عن حلول ان احنا علشان نحل المشكلة فانت بتقترح اولا ان الوحدات او العين المغلق يرجع خلال مهلة قصيرة جدا المغلق يرجع ان القانون يتعدل بحيث يلزم المؤجر اللي مش مستخدم العين انه يرجح لصحابه خلينا نحط الفكرة في سياقة القانون الحكومة مبدئيا نقدر نقرأ الحكومة بتحل ازاي دلوقتي الحكومة قبل ما بترمش حد في الشارع الدولة المصرية ما بترمش حد في الشارع شفناها في مسلس مزبيره وشفناها في العشوائيات بتخلق البديل يبقى مبدئيا ما فيش حد بيدخلها الا اذا كان عنده حل بديل يبقى ده القعدة اللي الدولة بتشتغل عليها ونحنا نقدر نقرأها واحنا بنقترح اقتراحاتنا لا انا معاك تحقيقا عدالة في فكرة العين المقفولة دي حتى لو انا بربي لراجل ستة جنيف الشهر ولا خمسة جنيف الشهر وبتاع وعمل شلل للوحدة لا كلام ده لو انا حياتي فيها وعيالي فيها وبتاع نتكلم كنت في مناقشة في مكان فبيقول لي لا احنا محتاجين نعدهم على وجه التحديد قلت له انا انا اعدهم ليه اذا كانت هي مغلقة فتبقى ترجع سواء كانوا زادوا عن مليون شوي او اقلي من مليون شوي ايما يكون عددنا ننتقل الى مرحلة اخرى نكسر بها المشكلة اللي ثابت انه عنده سكن اخر او معه رخصة مباني وبقى عنده عمرة تانية او حصل على شقة من شوية الدولة شقة من شوية الدولة او ارض من الاراضي الدولة واصبح عنده البديل خلال مهلة قليلة لازم يمشي مترك اللي عنده بديل صح اللي عنده بديل نبدأ نتكلم في حالات الزيادة يعني طبعا سيادة المستشار واقل بيتكلم عن لجان تقدير انا بقوله هي متقدرة فعلا متقدرة ازاي ان عندنا الحاصر السنوي للضرايب العقارية بيحدد قيمة الايجار للوحدات السكنية على مستوى الجمهورية وبعد ما بيحددها اللي بنا انا عليه بيحدد قيمة الضريبة قيمة الضريبة وده بيتم التلاعب فيه يعني خلينا نتكلم يعني النهاردة بيروح يقدم مسلا لو انت بقجر عنده فلان بجنيه يقولك لا خليه كزا عشان الضريبة لا 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 اتبعني بس هقولك لا 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 انت في فرق ما بين اللي انت بتقدمه وما بين تقديرات اللجان يعني لا ما هو تقدير اللجنة يا فانت بنروح عليه لا اللجان بتنزل ده اللجان نزلت عندنا يعني انا ساكن هنا في الشيخ زي اللجان قبل الضريبة العقارية نزله مجتمع عمراني مجتمع عمراني او تجمع شمالي او الكمباوندات جابوا كل الداتا قالك التمليك بكام المتر في الارض بكام اللي بيتأجر بكام وعملوا متوسطات ده احنا بالعكس ده احنا اعترضنا عليهم في الاول وده ايو اعترضنا ليه انهم كانوا معاليين وعدنا نكسر نكسر حد ما وصلنا الرقم ها قادرين يعني نزل يعني يا القضية مش بالضرورة تكون الاجرة الجديدة في التعديل القادم ان تكون مية في المية من الضريبة العقارية ده لو ابتدت بنسبة وبعد كده تزيد لحد ما تصل الى القيمة الموجودة طيب يبقى الاول انت بتتكلم على الوحدات المقفولة ترجع المقفول يرجع الدين اللي عنده بديل اللي عنده بديل يرجع خلال مهلأ قليلة جبرا هنا الزاما ايه لا يضره انا باتفت مع البند التاني اللي هو اللي عنده وحدات بديلة قادة دولة تنص على كده اهلا بحضراتكم عودنا بعد الفاصل والكلام موصول في هذا العصف الذهني يعني وصراع الافكار اللي احنا بنقوله محاولة للوصول للحل وهنا الدكتور وليد قال على فكرة متعلقة بنوجة نظره بتكسير المشكلة طول ما هي مشكلة قائمة بذاتها كده مش عارفين نحلها نحاول نحلحلها او نفتتها بالجزء الاول هو ان الوحدات المقفولة ترجع لصحابها فورا خلاص لانه كده كده ده دليل على ان المستأجر مش مستفيد بيها ده صحي فده معناها انه يمكن عودتها لمالكها ده رقم واحد اتنين الوحدات اللي ممكن تكون مستخدمة بس الملاك عنده بدلها واحد واثنين وثلاثة ممكن برضو خلال فترة زمنية مؤقتة ترجع لصحابها طالما المستأجر عنده بديل واثنين هنا الدكتور قال ان انا متحفظ شوية على النقطة التانية دكتور واجل هو التحفظ على النقطة الاولى ان انا النهاردة هاخلي الناس جبرا لابد ان انا باخلي الناس جبرا لا معنا جبرا لقلنا فيه تشريع التشريع لازم اقول للناس اطمن الناس الناس النهاردة لما اقولوا لا لو كده واحنا هلنا بتكلم يا دكتور على قانون جديد قانون جديد يعني تشريع ما هو التشريع الجديد لازم انص فيه على أننا النهاردة لما تكون أنت قافل وحدتك لمدة سنة اثنين ثلاثة ماشي ما هو ده تراحي بكتوره ماشي لا هي بس الأضياء هي الأضياء هي الأضياء خلينا بس نتكلم بالراحة هو قافلها وعنده واحدة تانية طالما هو قافلها ده عنده الحسنيين يعني ما هو لما يعرف اللي في تشريع من الصبح يرجع الصبح يوعد في الواحدة هي الأضياء خلينا بس يعني إيه هل عايز أكمل الفكرة صعب يوعد صعب يرجع ليه أنت بتكان دلوقتي على واحد عنده شقة مثلا في المانيل ولا في المنيرة ولا في العين تانية مش عارب إيه قافلها عاملها مخزن ولا عاملها مكتب ولا عاملها أي حاجة أي حاجة وخد حتة أرض وراح بنا فيلا في التجمع ولا بنا فيلا في الشيخ زيد أو كذا أو كذا وعايش فيها هو أولاده لو سمع عن القانون حيلم نفسه يسيب التجمع ويرجع عايش في المنيرة لا هيشغل العين لا يشغل بأي حد ويفعش لا بنفسه برضو بناس بيشغل عين خلينا بس هي الفكرة هو 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 بس لا اصلا ما محتاج بقى إثبات ان انا متواجد بابات وحياة دائمة ولا لأ خلينا بس ان ايه خلينا نوضع مجموعة من القيود اللي تؤدي في النهاية إلى الوسيلة اه هو كان شغالها هو هو سيبها ليه عشان عنده بيت تاني صح ازا كان عنده بيت تاني ورجع فهو هيقرق خلال مدة قليل عشان البديل التاني عشان البديل التاني عشان هنطبع للبند التاني اللي هو زي كان عنده أكتر من وحدة ان انا خلينا بس اكمل الفكرة لأفكار بتاعتها لما بنتقل انتقل الى مشكلة كبيرة جدا وهي غير غرض السكن للأشخاص الطبيعية الحكومة حلت غير غرض السكن للأشخاص الاعتبارية ده ليه ما ينضمش اليه الأشخاص الطبيعية لانه عامل مشكلة جدا كبيرة جدا وهي ايه بقى ان انا كشاب لما بفتح مشروع في مكان او بفتح هيادة في مكان اللي مأجر ايجار قديم بيقلل السعر علشان يخسرني وانا كشاب وبعد كده بيرفع السعر بعد انا ماخسر وقف للنشاط بتاعي عامل مشكلة عامل اختلال في السوق فمن المهم جدا ان غير غرض السكن خلال فترة ريبة تكون محررة عايز ادخل على جزئية زيادة الاجر زيادة الاجر دي من المهم انا مش نتكلم على الاخلاء انا بنتكلم على ان انا بدفع 6 جنيه لا انا كمستاجر حدفع بالسعر العادل للوحدة زيادة الاجر ممكن تحل المشكلة كلها ازاي هتحل ازاي انا مبدائيا مبدائيا لابد ان يكون هناك حد ادنى من الاجر مرتبطة بالحد الادنى للاجور المعايير العالمية بتتكلم عن من 18-25% من دخل الاسرة بتكون للاجار بنعملها كنسبة والتناسب للحد الادنى للاجور نبدأ منه هو تحدد عندنا ب2700 جنيه للموظفين و2400 للعملين لكن فيه ناس ما تقدرش اللي ما يقدرش وتم الاعلان عنه والمقترحات اللي ظهرت من الاخبار اللي طلعت لنا من مجلس الوزراء ان هيكون فيه صندوق معين لدعم المستأجر غير القادر المستأجر غير القادر على فكرة حتى وان كان هناك مهلة للتحرير وعودة الوحدات الى اصحابه مش هينفع الناس كلها في يوم واحد ان كانت المهلة سنة او اثنين او خمسة او عشرة او ايا ما يكون مش هينفع في يوم واحد نخلي الناس كلها لكن تقديم حوافز من خلال الصندوق ان انا بقول للمستأجر خلي بالك انت في شقة قديمة عقار اي للسؤول الصندوق ده هيدعمك ان هو يقدم لك مقدمة شقة من الشواء اللي بيتم الاعلان عنها بنسبة 3% اللي بتتكلم عنها الدولة دلوقتي لو انا قلت له بدل ان انت في مكان استفيد وتعالى تفضل الدولة بتقدم لك وحدات سكنية بفايدة 3% دقليلة جدا جدا لو كان الابهات وتجيلي الاول وجدهم والدولة وفرت لهم الفرصة دي من بدايتها كان زمان الوحدات ملكهم دي فرصة سمينة جدا لان فكرة اعادت لايكلة اللي بتقوم بها مصر دلوقتي في كل قطاعاتها بما فيها قطاع الاسكان مهم جدا ان احنا نستفيد انا تبعت حضرتك لما بتتكلم في مبادر الثلاثة في المية وبتقوله تمن الشقة انا كنت اتمنى انك ما تقولش تمن الشقة تقول تمن الاست يعني بس لان تمن الشقة بيخض انا قضيتي في ايه ان است الشقة اقل من الاجرة في الايجار الجديد مصبوط يبقى انا النهاردة بدل ما اقول ادفع ايجار جديد لا انا هدفع است ولكنه ايجار هيبقى لي ايه ما دي فكرة تمويل العقار هو ده تمويل العقار يبقى للمقدمة لو الصندوق تكفل وساعد الناس قالت لهم لو حبيت تسيب هتلاقي عندك مزايا ده شيء كويس جدا بالتالي لابد ان يكون لديها غاية ايه الغاية اللي خلال ثلاثة سنوات نكون الموضوع انتهى يكون المسألة طيب انا هنقف عند النقطة دي ايه رأيك في فكرة تقبل الملاك لمسألة مش الاخلاء مسألة تعديل في الايجار ده لازم يتم الكلام ده كله زي ما أقول لحضرتك لازم الدولة هي الوسيط الوسيط لازم يقول حاكمت على فيلم بكذا حاكمت على الفهم بكذا ده وضع طبيعي ده تشريع لازم نمشي البلد لازم تمشي مش هنستنى طب انت ايه رأيك لا طب ماش هيعجبه طب انت ايه رأيك لا برضو مش هيعجبه في الاول لازم بتعمل زي ما بحصل دولتي و في الحوار المجتمعي بس في النهاية لازم يبتيه القرار اللازم بقى في قرار ما هو الحوار المجتمعي ده بناء على إيه ولا بأخذ رأيك بأخذ رأيك طب لأ طب فيه كذا طب لازم يبقى فيه كذا طب هنزود طب لأ ما يبقاش فيه لازم فيه حد أدنى للأجرة ما ينفشح بقى فيه عنده أجرة مهندر أنا رأيي الإشارة زي ما حالك قلت في البداية خالص الدكتور وائم إشارة بتاعة الدولة الدولة نفسها اللي هي عملتها الشخصات اعتباري بتاعتلي ده مؤشر على اللي جاي إن أنا هشتغل إن أنا بحكم على نفسي أنا فضيت أنا بدأت بنفسي بس أنا عايز حق في المسألة دي مين انت؟ أنا مواطن مصري لا ملك ولا مستأجر عايز حق الزايع لأن الدولة كمالكة مأجر أجار قديم الدولة لديها وحدات لديها عمرات في وسط البلد ولديها أملك في كل مصر مأجرها أجار قديم لو الدولة دي حصل ملك الجهات الحكومية ملك للجهات الحكومية هنطبق عليها موضة ده في الدولة حضرتك الدولة ممثلة في شركات قطاع الأعمال وفي الجهات الحكومية مأجرة هي اللي مأجرة مأجرة آه بيتأجر لمواطنين أملاك فعلا أيوة أملاك لأن الدولة كمستأجرة بترجع للملاك آه طب الدولة كمأجرة بقى أنا كمواطن ليه حقي ليه حقي إن الدولة تحصل إن الدولة تحصل على إيجار عادل علشان يساعدني بدلا مفروض عليها درائب يبقى الإيجار ده يساعد دعم المصر آه مظبوط فيه حق الله دخل في العملية وهو إيه حق الأوقاف لأن تلتأ أملاك مصر اللي متأجرة أجار قديم الأوقاف الواقفين لما أوقفوا هذه الأوقاف أوقفوها للبر والخير ما أوقفهاش المستأجرين صح ودول بقى لا دفعوا خلاوه ولا دفعوا أي شيء صح الفكرة بتاعت الأوقاف الأوقاف لو حصلت على الإيجار العادل هتبقى أكبر صندوق سياده في مصر هيعمل مشروعات ويشغل الشباب ويحرك الدنيا كلها أنا عايز أقول لحضرتك أن عمر مكرم لو أوقاف التركة بتاعته كان محدد فيها 2.5% للخير والباقي للورصة الدولة لما عملت قانون الإيجار القديم ده في فترة من الفترات لقيت أن الـ 2.5% مش بيكفوا أغراض الخير فمنعت حقوق ورسته وحصلت على كل الوقف لأغراض الخير علشان يكفي أغراض الخير بعد ذلك مع الإيجار القديم النهاردة ما تدره الأوقاف لا يكفي العاملين على الوقف نفسه فده حق ربنا فلابد أن يكون هناك تحريك في أملكة الدولة علشان الدولة تحصل على إرادة عام لابد أن يتم الحديث عن الأوقاف وتتحرك لأن أنا ليه حق في الأوقاف أو ربنا أو أوجه الخير لهم حق وأنا كمواطن ليه حق أيضا في الإرادات اللي هتدخل للدولة الدولة هتستحمل يا وليد بيه هتستحمل اللي حصل لها دلوقتي خلينا في مشكلتنا مع الناس من الناس أهم هي واحدة هي واحدة هي واحدة لا ما هي أخذ بالك هي مصطرة واحدة بس ما ينفعش الدولة تطلع على قانون تقول حيمشي على الناس حضرتك أنا بعمل أنا بعمل عملية إصلاح هيكالي أنا محتاج يكون هناك يوم معين القانون ده مش موجود أنا فكرة ده حيفيد الدولة طبعا القانون ده لازم يجي يوم وما يكونش أولا القانون ده مش موجود نهائيا في أي دولة من دول العالم تقباه الفطرة تقباه الدستور يقباه كل شيء الفكرة في إيه حدد لي معد قول لي بعد عدد معين من السنوات هنكون انتهينا وخلال هذه السنوات أنا عايز كل يوم نحل جزء من المشكلة بأجال متفوتة بدون بتقديم مزايا بتقديم حوافز فكرة الحوافز هي أفضل طريق لإنهاء هذه العلاقة مفهوم مفهوم طيب انت معترض ليه رئيس بالعكس ده انت كده الدولة حت يعني حتخسر من ناحية بس هتكسب من ناحيتين هو مش وضع اعتراض عشان محدش يقولي الدولة بتبص لنفسها لا أنا بافرض النهاردة قوليني على الناس وأنا آخر من يستحمل لا هو عشان أنا كماجلك أو كمستأجر أشوفي القانون وما حسش أنه معمول عشان الدولة تاخد جباية أو تاخد مزايا من ناحية تانية ورد بيه ما عشان كده بقولك ما عشان كده بقولك ورد بيه أحس أنه بيحقق العدالة وأنه زي ما جاي على الملك المستقبل جاي على الدولة في أموه ده وضع طبيعي لأنه طبعا الأماكن السكنية ده وضع والأماكن التجارية أو المشركات التجارية ده وضع تاني طبعا فأنت النهاردة الدولة أكيد مؤجرة مش للسكني فقط أو كل للتجاري فأنت النهاردة لما نيجي نزود ده وضع طبيعي هيمشي على ده ويمشي على ده بس أنا لما أنا النهاردة أولى السيد الدولة عندها أملاكي بقى أنا آه أنتوا عايزين تعملوا المشروع عشان لا فأنا النهاردة الغالبية العظمية السيد الدولة تمتلك إيه طب خد بالك النقطة أنا برضو مكنتش عايز أسيرها بس الحقيقة الواقع خلال العشرين اللي هي عن طريق اسمه خلال ورجل النهاجي مسلا أنا صاحب الشقة والدكتور وليد ساكن فيها فاجأ قول له يا دكتور وليد حرم عليك الشقة دي تبالها مسلا دلوقتي اتنين مليون جنيه تلاتة مليون جنيه وانت قاعد فيها بتدفع لي عشرة جنيه وعندك دلوقتي شقة تانية ومش عارف ايه ما تسيب هالي فالدكتور وليدي يقول لي ايه هت هتدفع كام صح صح فقول له والله انا حبيحها باتنين مليون حديك منهم متين الف ونخش فيه تفاوض احد ما تقولي انا اخد نص مليون ما هو انت قال له لنص مليون بطنق مش هتشوف المليون روص الماضلين مش عارف كده هل ينفع ده يبقى شكل من اشكال التخارج المقنن بقى ما يبقاش بشكل ودي تحت السلم هو الاقتراح ده اتكلم عنه انه معتزم احمود في مشروعه اللي كان مقدمه في مجلس النواب اللي فيه كويس بس هو دستوريا انا ما قدرش اقولي للمالك هات بيع وهات جزء من حقك او هاتفع جزء من تمن الشقة للمستأجر ده دستوريا منته لانه ملوش حق ملوش حق لانه هو مستأجر مش اكتر من كده هو انها معتز اتكلم في ايه اتكلم هو اياميها ادى مهلة عشر سنين والمهلة لعشر سنين على فكرة رفضوها الملاك ورفضوها المستاجرين اللي هي عدى منها سبع لحد دلوقتي والقنون عدى منها سبع وما فيش حاجة تحلت ياريتهم كانوا وفقوا ياريتهم كانوا وفقوا فعلا هو قال خلال عشر سنوات هتزيد الأجرة بنسبة كذا كذا ثم تعود الأملاك إلى المالك وفي حالة رغبة المالك انه يحصل على وحدته مقدما النهاردة قبل انتهاء العشر سنوات يدفع تعويض تعويض بقى مش تعويض عن الملك تعويض عن عن العشر سنين عن الاخلاء المبكر ففكرة التعويض عن الاخلاء المبكر دي قائمة لكن في كل الأحوال يا دكتور مهاء ما هي إلا اسماء يعني في النهاية تسميها تعويض تسميها خلوة تسميها مشاركة تسميها مضربة تسميها مساهمة تسميها حمادة لا أنا بالنسبة لي لا لا تفرق يا دكتور تفرق في المسامات تسميها كما شئت في النهاية إذا كان دا الحل وإذا كان دا اللي بيحصل خلال 20-30 سنة وده الشكل الوحيد اللي أنهى المنازعات طب ما أنا قدنه لا لا يعني أقول أنا المستأجر اللي بقاله 70 سنة هو دا مش وضع يد ها الدولة بتعترف بوضع يدك لا لا مش وضع يد لا 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 يا فندم من خلاف العقد الإجارة لا دا 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 علاقة مستأجر مستأجر دا وضع يده ورجل وراس لا 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 جيل تالت وجيل رابع لا لا هو ما فيش لأن القانون أصلا منع لا تسميك من المسامات برضو انسى الألفاظ اللي بتخرب أنا بتكلم عن الواقع الواقع ها الوضع اليد دا كان ناتج عن تقسير مالك هو كان قادر يمنعه يعني هو الملك دا الراجل مضع عادي جار برضو انت هنا بتتكلم على مسئوليات ومشاركات انا بكلمك عن واقع لا هو الواقع فعلا الواقع ايه الواقع مش وضع يد الواقع ايه الواقع انه حائز بصفته مستأجر لا دا الواقع انه مالك يا فندم مش مستأجر ما هو يا دكتور قانونا هو اسمه مستأجر دا حقيقة لكن واقع الامر هو مالك مستأجر برضو يا فندم براح علايا بس زي انت لسه ايه الخلام دلوقتي اللي اللي يسمعك يقول مستحيل يقول الجملة دي انا عالورقة مأجر من سنة التلاتين اه واسعين بس اسم مستأجر لكن واقع الامر اتكلمك واقع سيبك من العهود مالك لعنروح للمحكمة مش بيدفع ايه جار ما تصبر علي يا دكتور واقع الامر في التسعين سنة اللي عده من سنة التلاتين اللي حتى المالك ان انا مالك اكتر من المالك صح انا بخش الوحدة وهو لأ انا بقدر اتصرف في الوحدة وهو لأ هو مايقدرش يتصرف من الوحدة غير موافقتي وانا اقدر اعدل فيها يبقى مين يا فندم المالك هل لا يا فندم لا المالك مالك والمستاجر لو قعد مئة سنة المالك مالك على الورق اقول له حضرتك حاجة دكتور واقع لو انت عايز تمسك في الورق ولا عايز تمسك في الارض الواقع ده زكاة النياب عزت جلالها في بعض العاية يقول لك يبقى الحالب وورق عليه برغم ان انا بقدم ورق والتاني ده مالش ورقة بس يقول لك حايز هو اللي جوا وانت اللي بره يا فندم يا دكتور يا فندم يا فندم بلاش نمسك في الورق في الورق اهو لا اقول لك حاجة اصلا مش معنى مش معنى ان الدولة الدولة اه يعني وقدر الدولة المصرية الحالية ان هي بتحل مشاكل سيبك بالقدر الدولة انا بكلمك فلاصرتك انت المواطن واقل ده مستاجر وهقول لحضرتك حاجة كمان اكتر بقى امرت ايه مستاجر بقى امرت انه الان دلوقتي كدر الحوار المجتمعي ده لسنوات طويلة يا فندم بيصحابه وارد 50 سنة هو الان يا فندم بيصحابه وارد 50 سنة ده انا شعر يضل حال وهيفضل الى الابد لان البيت لو وقع بيرجع لصحابه لان البيت لو وقع بيرجع لصحابه لا مستاجر يا دكتور واقل دكتور وليد انا اسف وليد يا دكتور وليد في فرق ما بين الوضع القانوني وفي فرق ما بين ما هو حاصل على ارض الواقع ده هي تمام اللي انا بقول لحضرتك اهو انه انا مستاجر من 30 40 50 60 سنة اي وضعي القانوني انا مستاجر حائز حيازة مستاجر براحتك تمام ده الوضع القانوني حائز حيازة هي حيازته بصفته مستاجر لا لا والله هي بص دكتور وليد دكتور وليد الواقع غيري غير القانوني القانوني ان انا يحائز بصفة مستاجر ده صحيح على ارض الواقع ان انا مالك مالك بصفة مستاجر اكتر من المالك اقول له حضرتك مالك اكتر من المالك لو رفع قضية تثبيت ملكية في المحكمة والسيادة المستشار معان لو هذا المستاجر رفع قضية تثبيت بركية حضرتك تقدر تاخد مني الشقة blond لا انا بقى لي خمسين ستين سنة عشان لا هتا اي بنت ما قدرش عشان الدولة اللي منعني ماش انا مش عشان انا تقدرش تقرب من الشقة بتاعتي لا تغير فيها حاجة ولا تغير عقد ايجارها ولا تغير في لوسها ولا تغير في ملكيتي ليها يبقى انا حيازتي ليها اكتر من حياستك ليها عارف مع عارف كلام حضرتك ايه? 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 ده معناه ان انا لو انا اتجرت ايجار جديد. والمالك جدد لي. لا انا لو انا اتجرت ايجار جديد. اه. وارتحت انا كمالك من المستأكل. ايه. وجددت له مرة واتنين وتلاتة وعشرة. اه. وقعد فترات طويلة. اه. انه يتحول لمالك. لا. يبقى ده دعوة للولادات في من يجددهش. مكتوب فيه محدد المد بعد التلات سنين اقدر اطلع الاسم وقلقهم تعالوا اطلعوا الراجل ده برة. انا عايز اقول له كنتقل يعيز اقول له حضرتك حاجة بقى ان الاجار الاديم انا عايز اقول له حضرك حاجة ان الاجار الأديم كان مكتوب فيه في العقود محدد المد. امتى ده? اقول تسان واسعين سنة. لا لا ابدا الااجار الجديد كله معظم العقود. اهو الستينات كان المالك بيأجر إجار حر والدولة تيجي بقانون تقول له لأ انت أجرت إجار حر احنا هندوقت انا دلوقتي عايز اعرف انت بشاكسني ليه في مسألة انه حائز اكتر من الحائز رغم ان انت الاختراحات اللي قلتها يا دكتور هي اللي تثبت ان انت فاهم القصة صح جدا بس على مستوى المسميات انت ماسك في الوضع القانوني صح ما هو في المحكمة لكن في على ارض الواقع فيه فرق ان احنا بنحل انا عندي مشكلة احل حل المتدرج هو مين يحل طب اقول اسألك سؤال صح والدكتورة هو موجود في العلاقة الحالية في القانون الاجار القديم مين الازعلان مين اللي بيشتكي مين المتضرر المالك اللي بيشتكي المالك لكن المتضرر الاتنين راح علي بقى انا بسألك سؤال محدد اهو في التلاتين اربعين سنة اللي فاتوا دول في قصة الازمة دي مين اللي طول الوقت بيقول يا جماعة حرام يا جماعة انا متضرر يا جماعة انا حقي مخصوم مني مين المالك طبع المالك صح سمعت مشتأجر بيقول يا جماعة لازم نتصرع بالقانون لا بس هو راجل متضرر برضو مش دعم متضرر دين الكريفة بعدين شفت مشتأجتلي وعند الوقت يطلع يقول يا جماعة ارجوكو حلون ده اللي ازمة للصور لا وهو عايز يحلها ليه الله يفتح عليك يبقى مين المتضرر المتضرر يلمالك بس المالك ايضا متضرر من مثل هذا الحوار اللي احنا بيقوله المالك متضرر وبيشتكي مضبوط يبقى مين اللي لانه مشكلة المالك مشكلة الاساسية عند المالك ما خلاص يبقى مين المستفيد من بقاء الوضع لما هو عليه لا يا فندم المستفيد من بقاء الوضع لما هو عليه من المستاجر بيقع على دماغه وبيموت العمارات اللي عدا تقع لا يا شعonomت اقول لك العمار بيد ال انت مش حايش معنا يا دكتور وليد يقول لك انت مش مالكش نعوى سين بقى ربنا هو اللي يقتص مني. بقى يا دي المشكلة. طيب بس. خلينا اكبر. يبقى يبقى بالراحة بس علي. ها. احنا بنتكلم على انه انا مش عايز اجي بصف حد بس انا بتكلم على انه الوضع الحالي بقاءه في مصلحة المستأجر اللي لان ينتضرر وقاعد بيدفع خمسة جنيه وستة جنيه وعشرين جنيه في سنة الفين واثنين وعشرين. ومالك عنده وحدة ثمانة تلاتة اربعة خمسة ستة عشرة مليون جنيه. لمستفيد ميها. ولا هترجع له. ولا متأمن لانها هترجع له. ولا بيجيلوا منها عائد. حتى يكفي مصاريف الصيادة بتاعة العمارة. انا يا حالي. تترف حضرتك. انا فهم حضرتك. فانا مش قصدي ان انا اجي على حد او ان اقول لحضرتك قانون. لا قانونا طبعا ناس بي مستأجر. بس صفة ده انا حايز وحايز اكتر من الحايز. وما اقدرش ده. المالك ده. لو املك انا اطلع بره انا اطلع بره. هي هي بخصوص. ده نعمل اتحاد من لكم ادخلوش العمارة. اقول له حضرتك. فكرة. مالك بينا صلاحيات ولا حايزة ولا. على وراء على وراء. فكرة ان انا مستأجر ومرتاح. انت ترى بحضرتك ان كل سكان العشوائيات اللي الدولة طورت لهم العشوائيات بتاعتهم وسكنتهم في في وحدات جديدة كانوا مرتاحين على فكرة. ايه طبعا. كانوا مرتاحين. طبعا. بس الوضع لازم يتصلح ما كانش يمتع استمر. انا شكرا بقول لك احنا لازم نتصرع نسارع. مش نتصرع نسارع. باتخاذ الاجراءات وتشريعات جديدة وقانون جديد لانه حنفضل فاتحيني الباب للتحيولات والتزوير والحاجات الغلط وكده. ده في الناس. يا فن بيقول لك ببقى انا معايا شقة وروح للنيابة بقول لهم يا جماعة. شققتي هي. والعقدة هو. والتاني معهوش اي حاجة تثبت. بس يقول لك ايعد جوة. يقول لك انت اللي جوة وانا اللي برة. يقول لك يبقى رحانا واتصرفه. هيبتيجي مشكلة فيها. صح يا دكتور? ده صح يا بس. واحد لو انا قدر الله روحت المقبرة بتاعت والدي ولاقي التاسع يشوف فيها. هعرف اخرجهم? انت ترعب مين اللي بيخرجهم الفندم? هعرف اخرجهم. انا كمالك انا كمالك غلبان. اه. مش هعرف. بس. بس اللي بيحصل ايه? اه. اللي بيحصل ايه اللي بيدر الاتنين? ايه? بيحصل وشوفناها في اسكندرية كتير. اه واحد لديه من الحجج القانونية وغير القانونية بيشتري من الملك بنص تمن. بس. وبيضغط وبعد كده بيضغط. احنا مش عايزين نفتح باب التحايل ولا الشغل الشبال. ده انا بقول لك اهو مقبرة والدي. لو رحت انا بكرة ارانه الفتحة. ولقيت ايه لعايشة جوه? انا بقول لك. وانا اللي معايا هو حجة المقبرة. وهو معهوش غير ستر الرجل جوه ده. هيفضل جوه وانا برا. ومش عارف اخرجه. وهروح الاسم ليه روح النيابة. والنيابة تقول ليه اعمل ايه? ايه. روح للقضاء. وهنعيش سنين. صح? صح. طيب. احنا بنحط المشكلة. ونكبرها وبعدين نقول للناس. انا هجمض عناي بقى وتصرر فتحة مع بعض ايش. هو ده صح. اتفعش. هو ده اللي انا بقول يا دكتور ان انا بس لا اتعامى عن الواقع. وانا باتعامل بالقانون. اه من الملك المستاجر? ادي الملك المستاجر. بس على ارض الواقع المستاجر ده مالك وحايز وسلطان ومسيطر وعمل كل حاجة. والتاني لا حاول الله ولا قول. ده الواقع. لانه مالك على ورق فقط. احنا عايزين نعمل عدل دون اغفال او جور على حق ده او حق ده. احنا اتكلمنا في عدد من النقاط لو سمحتي لي من قراءهم اه 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 احنا اتفقنا او قلنا في اه مشروع اللي احنا لازم نقعد يبقى فيه طرح المشروع ده. لازم يتم طرحه على حوار مقتمع. اولا بنقول. اتكلم نستفزة. رفع قيمة الاجار للمباني السليمة انشائيا. ولازم ده ياخد بالنا من السليمة انشائية. اه. والمؤجرة بقيمة لا تتناسب مع الزيادة. اه. لازم ده يطرفها. في قيمة العملة. القيمة النسبية في قيمة العملة. مش في قيمة. تمام. ماشي. ويجب ان يشمل القانون المنتظر الاجارة تحديد القيمة والمدة والمنفعة. لازم لازم ده يتحدد. لازم نحط نوعة على الحروف عشان ده ما كانش موجود في الكلام ده كله. عشان يبقى حاجة مبرامة ما بين المالك وما بين المستاجر. لازم برضو نقول ازا آآ لازم يتضمن العقود ما يشير الى امكانية اخلاء الوحدة المؤجرة حال ازا كانت هي مغلقة خلال ثلاث سنين. ودي انا باتفق مع الدكتور. يعني ازا كانت مغلقة تأخير. فبالا. لازم في قلت لي من شوية جملة انا عايز تأكد منها ان فيها كلمة محدد المدة. اه طبعا. فين يجيبتها منين? اجيب لك ايه الف عقد جر قديم. طيب العقد العقد واحنا بنكتبه. اه. بيكون محدد الاجرى والمد. ايه المدة اللي هي ايه? المدة مدة سنة مدة سنتين. يا دخل. ايوة ارجوك ارجوك وهاجب لك الاقول. اسمعني بس اقول لك حاجة. يا فندي. ما كانت شير بقى فيه مشكلة. لا لا فيه مشكلة. ازاي? لان الامتداد قانوني العقد ازا خلف قانون يطبق القانون. احنا مش احنا مش احرار. يعني اتين ما الامتداد? الامتداد هناك قانون يحد يمنع المالك انه يععمل عقد محدد المدة. يعني انا لو انا مالك في السبعينات او في الخمسينات. اه. انا كتبت عقد محدد المدة ومحدد الاجرى. مش مش بمزاجي. الامتداد بيكون قانون لا يعتد بهزا الشرط. يبطل الشرط ويبقى العقد قائمة. طب انا بس اعوز وضح لقطة عشان الناس بسمعنا بالله. ده غير ده غير انه هناك لجان تقدير اجرة قللت الاجرة بتاع المستأجر. ايه صح. لا انا بكلم بس على المدة. لا والمدة المدة كان في المدة في العقد بمدة. لكن بيبطل شرط بقى. طب هل في العقد القديم فكرة انه اه لدي قصة عاملة جدر حتى قبل القانون الجديد. انه المستأجر لو مات. من حق الورثة ان هما بيسكول. المحكمة الدستورية كان كان قبل كده كان بيستمر الى ابد لابدين. اه. المحكمة الدستورية قللت المدة دي وخلتها جيل واحد للابناء. جيل اول جيل يعني. اه جيل اه يعني المستأجر وورسته. وورسته من الابناء المقيمين. فاحنا بنشترط اللي هما الدرجة الاولى المقيمين. يعني ابوه. بس هنا اشترط في نقطة واحدة ما قالش الاماكن السكنية. الاماكن غير السكنية. الاماكن المحلات التجارية. مش السكن. ماشي السكن. ما نويش عن كده. خدت عدم دستورية. بقى بعد اه. المالك بأولاده بس. او بواسطته. ده في المحلات. في المحلات فقط. لكن الشوء. الشوء لا ما جاش ناحيةها خالص. لأ. يعني المستأجر يموت. اه. لا ما 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 صوتش. ايه. لا انا انا اصدري لما المستأجر يموت. لما المستأجر يموت لا يمتد للورصة. ما فيش ما فيش الكلام ده خالص. شوء ومحلات. لا شوء فقط. انما في المحلات في اصراد القانون بعد عدم الدستورية. اه. ان المحلات تقول على طول بعد اه وفاة المالك تقول. لكن الشوق تكمل. الشوق مكملين. ما فيه محدش جينا حيطه محدش لمسا. كنت تبقى ابدي. طيب مش اه. عاوز بس اتكلم في نقطة تانية في موضوع المشاهد. العقود اللي هي اللي كانت القديمة اللي كانت موجودة يعني الراجل هيعيش له خمسين ستين سنة بسم الله ان شاء الله. وابنه يعيش له خمسين ستين سنة. ادي مئة وعشرين سنة. ما هو ده اللي الدولة بتتكلم عليه. انا محروم من شائتي مئة وعشرين سنة. يا فندم الاحكام الدستورية صدرت كل الاحكام اللي بنتكلم عليها دي صدرت قبل الدستير الحالية. الدستير الحالية لا تعترف بهذه العلاقة. نهائيا. طيب يبسعتها القانون بقى. هذا القانون لم يعد دستوريا. والمحكمة الدستورية نفسها دعت الى تعييد ايله. القانون الاخير اللي متعلق بالاشخاص لاعتبارية لغير غرض السكن. فيه حيثياته. دعت المشرع ان يتحمل مسئوليته في تعديل هذا القانون في الدباجة. يبقى ان هو لسه ما وصلش الحاجة. احنا بنتكلم دلوقتي عن محلات اللي هي غير الاغراض السكنية. ده بعد الوفاة المالك المستأجر. اولاده موجودين. او يضار بوسطتهم. طيب بعد وفاتهم خلاص المحل بيرجع تاني للمالك. ده وضع طبيعي. اما بالنسبة للسكني. فهو احنا بصدد المشروع ان احنا نكمل فيه. اما بالنسبة. نقطة مهمة ان القانون الحالي اصبح غير دستوري. دي نقطة فاصلة. لو هو دي حقيقة. القانون لاسا للدستوري. القانون هناك فقرة. وهي خاصة بالمحلات التجارية. وبالنسبة الاشخاص الاعتبارية. انا بتكلم دلوقتي على عدم دستورية القانون. لانه بنتكلم على قانون صدر في ظل توجه اشتراكي. مين اللي قال انه عاد غير عدم صدر. مهو الدكتور صدر. انا بكلم عن. انا بكلم عن. انا بكلم عن. انا انا اتحدث عن واقع لم يدعم بحكم. الله يورا عليك. لان المحكمة الدستورية اصدرت حكم بعدم دستورية معين فيما يتعلق بالاشخاص الاعتبارية الغير غرض السكن. اه. لو حضرتك اريت الحيسيات الخاصة تلاقيها نفس الحيسيات تنطبق على السكن وتنطبق على غير غرض السكن لأن النطاق القضية في أمام المحكمة بيحدد بخصومها لأن الأرضية لما تحكم الأنشاطة التجارية هو كان غرض المحكمة الدستورية لأن سلطة المحكمة الدستورية ليست جاة تشريع ومحددة محددة بنطاق القضية ولكن الحيثيات اللي موجودة يمكن تطبيقها على كافة الحالات اللي عايز أأكد عليه اسمح لي حلقة في دقيقة احنا في حوار مجتمع بقالنا سنين طويل وكنت دايما بقول أتمنى أن يكون هناك مسودة نشتغل عليه اللي تم الإعلان عنه مؤخرا أنه هيكون هناك لجنة تقارب ما بين المقترحات وتقدم مسودة يتم عرضها للحوار بحيث أن لما يجل حضرتك الحلقة الجاية إن شاء الله وإحنا بنتكلم معنا يبقى معنا الحكومة على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان بتقول ده مشروع اتكلموا فيه في الأحكام نقدر نزود شوية وزارة المالية نجحت في قانون الدرائب وفي قانون الجمارك إنها تعمل قانون تنزله على الموقع والناس كانت بتدخل على الموقع تقول مقترحات تمت مراعتها ثم تم هذا الإكرار بالتالي فنحن في لحظة تاريخية أن هناك لجنة تبحث قانون شامل سيتم عرضه بصورة رسمية قولي الاختصاص وأصحاب المصالح المختلفة يقوموا باراقهم تقوم اللجنة بمراعاتها للوصول إلى أفضل سياغة تقرض على مجلس النواب للخلاص من هذه المشكلة بارك الله فيك عايزين نقول بس نطوحنا بننهي بنطلب الدولة وهي بتسن القانون وبتشرع القانون الجديد لابد إنه بفي نوع من تغليز العقوبات على الطرفين في حالة المخالفة لأنه أنا بقول يا جماعة القانون إحنا لما نيجي نعمله ما بيرضيش حد لا هنا ولا هنا لا في نوع من تغليز العقوبات عشان يبقى القارات نافذة وصارمة في اللي ده كلام محترم شرفت ونورت الدكتور شكرا جزيلا وليد بيت عبتني بس شرفتني ونورت وأنا بحب دايما الناس اللي بتتصارع الدهنية وفكرية كده عشان الناس فستفيد شكرا جزيلا شرفت ونورت بشكر حضراتكم شكرا جزيلا أتمنى أنه الأعداء الجاية في هذا الموضوع يبقى فيه عندنا فعلا ما يشبه المسودة علشان نعرف نحط عليها ملاحظات نعترب على أمور ونتفق على أمور علشان يعني نقطع طريق بس الواضح الواضح أن الحكومة ومجلس النواب الحاليين عازمين العزم أو عقدين العزم على إنهاء هذه الأزمة التي استمرت عقودا طويلة جدا نشكركم ويا رب لا مالك ولا مستأجر يكون زعل مننا نحن نتكلم والله للصالح العام وأنا قلت في البداية وفي النهاية هاختب بيها العدل هو الذي يرضي كل الأطراف والعدل هذا هو آية من آيات الله عن الأرض